السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الدرس الخامس السادس قصدي من طورة الديناميكس في الهديني الدرس ده هنكمل في السبرينكلر بتاعتنا هنلاحظنا في اخر الدرس هنوصل لكده هنعمل شوية تأثيرات فورسز على الورتكلز بتاعتنا طبعا عشان نبدأ بالسرعة نرجع لاخر الدرس اللي فات كانت حصلت معنا مشكلة اللي هي ان الورتكلز بتطلع ملافراغي مش مشكلة هلا حاجة ان احنا لو جينا هنا هنلاقي ان هنا في مصمر من المسامير بس هي زي ما قلت لكم ان احنا لازم نعمل لها Sub-division عشان تبان يعني Sub-division اللي هو التنعمل اللي هو عملناه الوصب ديفايد هنلاقي البرتكلز مش بتطلع من الفراغ لان احنا لما بنعملها تنعين بتقصر طبعا مش محتاجينه دلوقتي بعملوه بعلمان خلص مش مشكلة احنا هنا هنخش على الشلب بتاع البرتكلز هنلاقي حاجات اسمها الفورسز زي مثلا الكل جرافتي هي الجرافتي مثلا الفورس وفورس هنا ويند دراج فان وهكذا دي اسمها الفورسز دي بتعمل مؤسس تأثيرات يعني من اسمها فورسز يعني بتحارب البرتكلز نرجع هنا البرتكلز بتاعتنا للمشي التايم لاين هنعايزين في الاول ندوس على الجرافتي نختار البرتكلز هنا هيخش الهنا على البرتكلز لفل عند الصورس هنختار البرتكلز ويندوس انتر طبعا هنلاقي اللحظ ان البرتكلز بتاعتنا لتاعت جامد ده هنا هنخش هنلاحظ ان الجرافتي دي هي في الاساس نود فورس بس معمولها في الفورس هنا سالب تسعة وتمانية من عشرة ودي قيمة الجرافتي في الكرة الأرضية فعشان كده احنا هنستعمل الاسكيل لان القيمة دي ميعتمد على الاسكيل لما الاسكيل بيبقى واحد معنى كده ان الاسكيل يعني هنا معنى كده ان كل واحدة من دي متر كامل ولو كل واحدة من دي متر كامل هيبقى زاوي ده ما يبقى مثلا سبرينكلر دي لو كله يعني هنا يبقى اربعة متر يبقى ما يبقى عالي او مكان عالي فالبرتكلز بتقع اسرع يعني كأننا كلما بنزود كلما بنزود الارتفاع كلما بيزيد الارتفاع كلما فالبرتكلز اتقع اسرع اه وطبعا تالما واحد بيزيد واحد متر يبقى واحد من عشر بيزيد واحد سنتيمتر فعلا هي اللحظ انها بقت اخافة لو راجبني منها عندي البيار فمتعل بفضل قليلاP باغم tutto burn 1 10 يولغ لقيم دي فالتلاق 1939 Bye 1 10 10 14 14 15 15 كده الجرافتي بتاعنا يعني لحد ما مظبوط تاني تابت هنا النيز النيز احنا بنعوز ثلاثة منه وعاداتها الفريكوينسي والأمبليتيود والأوفست الفريكوينسي طبعا تردد النيز او زيادتها يعني وطبعا مالوش لها يعني مش هنغير فيه دوقتي هنغير في الامبليتيود لانه هو بيدينا عشوائية او نشوائة نوز على البرتكل سويا نازلة خلي مسلا حوالي واحد مسلا واحد خلي مسلا اللحظ هنا ان البرتكل سوى طلعت بشكل عشوائي زياد هنلزوم وطبعا اهنا يعني هنشتغل على قيمة الليلة هنجع ونرجع اه نشتغل مسلا على واحد او واحد وخمسة من عشرة مسلا عشان تبقى قيمة كده ايه تشتغل معانا ما بوضل النشط الدنيا اه نلاحظ ان البرتكل سوى طلعت لدوقتي بقت احسن اه فيه تأثير تاني اسمه الدراك الدراك ده لشان اه لو احنا هنه يعني بيسحب البرتكل سوى تحت بس ببطء يعني بيديها تأثير بطيء اه فطبعا بيديها تأثير رياس ما مش عاربين الاتنوسفير يعني اه اه يعني دي رياس يعني اه حاجات يعني تبع الفيزياء اه زي كده يعني اه بتخلي البرتكلز تنزل بالراحة خالص اه طبعا هنا لو عايزين نضيف الدراك هننعمل برضو الشريط التايم لاين وقت كده ندوس دراك اه هنلاقي فعلا البرتكلز بتاعتنا تسحبت اللي تحت بس كده تسحبت جامد لو عملناها مثلا زي تاني زيرو نقطة زيرو فايف اه هنلاقي البرتكلز بتاعتنا يعني اتسحبت تحلو بيديها سلولي اه لتحت اه طبعا احنا برضو يعني اه الدرس ده عدلنا شوية في السبرينكلر بتاعتنا بس ان شاء الله الدرس الجاية نتعامل مع اه مع الناس في الصورس في البرس البرامترز اه ان شاء الله يعجبكم الدرس ده واتمنى اكم تطبقوا اي الصفصرات انا موجود في الخدمة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته